أستاذ محمد من طنطة مساء الخير السلام عليكم عليكم سلامح وصل البركات ومساء النور كمان أهلا ومساء الله كريمة والله عندي سؤالين لو سمحت سؤالين في سؤال هو ممكن الواحد يشوف ربنا سبحانه وتعالى في المنام المسألة رؤية الله سبحانه وتعالى طب نقولي السؤال التاني عشان ايه ما تنسوش قولي السؤال التاني السؤال التاني بالنسبة للأعمال اللي هو واحدة عوز يعرف ان ربنا تقبل عمله ازاي هقولي جاوبة على حدايك على السؤال أول سؤال هل ممكن ان واحد يرى الله محدش سيرى الله يعني يحيط بالله قطعا الاحاطة بالله سبحانه وتعالى ان الله ليس بجسم الله ليس بجسم فالله لا يحاط به لا تدركه الابصار لا يحيطون به علم الله سبحانه وتعالى لا يحاط به يعني ان احنا نرى الله ودية حاجات بتبقى من الصغر وبننفيها لكن كمان في عندنا طيارات والعزو بالله طيارات مزعجة افسدت على الناس حبهم من الله وعبادتهم من الله لما خلوا الناس يشعروا بكأن الله جسم الله ليس بجسم منزه لان ما فيش هو جسم يبقى الجسم ده هو اللي احاط بالله لا ولذلك الرؤية بمعنى ان انت ترى الله الرؤية البصرية المحيطة دي مستحيل لا يجوز ولا يصح في حق الله لكن انت ممكن ترى الله يعني ترى تجلي من تجليات الله ترى نور من انوار الله وترى تجلي زي ما احنا نرى هنرى تجليات الله سبحانه وتعالى في الجنة ان شاء الله وهو ده المعنى الصحيح ان احنا لازم نقر به في رؤية الله سبحانه وتعالى السؤال التاني انت سألتني زي اعرف ان عمل متقبل ثلاث حاجات بسيطة خالص نور في الصدر مدومة على العمل الصالح كمان ايه اللي حاصل تخف العبادة في قلبك يبقى خفة العبادة نور في القلب استمرار في العمل الصالح دي ثلاث علامات واضحة جدا هو فيه عشر علامات بس ثلاثة دولة ممكن تلاقيهم وتعيش بيهم ويفتح لك ربنا ان شاء الله